معلومات لا تعرفها عن الأسد تنضي الأسود معظم وقتها وهي تستريح حيث تقضي حوالي 20 ساعة من اليوم وهي خاملة وعلى الرغم من أن هذه الحيوانات قد تنشط في أي وقت من اليوم إلا أن ظروة نشاطها تكون بعد الغسق كما وتنشط لفترات متقطعة خلال الليل حتى بزوغ الفجر أي في الفترة التي غالبا ما تتجه فيها للصيد تنضي الأسود قرابة ساعتين في النهار وهي تمشي وحوالي 50 دقيقة وهي تقتات الأسود حيوانات قوية تصطاد عادة في مجموعة منظمة وتختار فريسة واحدة محددة إلا أنه لا يعرف عنها قدرتها على التحمل لذا يجب أن تكون قريبة من طريدتها بما فيه الكفاية قبل أن تهاجم تستغل الأسود أي عامل من شأنية أن يقلل من احتمال رؤيتها من قبل الطريدة حيث تطين المعظم عمليات الصيد بالقرب من مصدر جيد للتخفي كالأعشاب العالية أو التلال أو أثناء الليل أغلب ترائضها من آكلات الأعشاب والتي يتراوح وزنها من 150 كيلو جرام إلى أقصر من 500 كيلو جرام وغالبا ما تكون من الغزلان والحمير الوحشية والخنازير البرية وفرائس أخرى أطخم كالجوميس الأفريقية والزرافات إلى درجة أنه يستطيع افتراس وحيد القرن لكن الأسود لا تضيع الفرص المتاحة للطعام عند الحاجة تستهدف أيضا الترائض الصغيرة كالأرانب والقوارد والسلاحف تتواصل الأسود باستخدام الأصوات كالزئير والهمهمات يصل زئير الأسد لمسافة تصل إلى 5 أميال إذ يكون هذا تحذير للحيوانات المفترسة الأخرى من عدم الاقتراب من منطقتهم وقد يكون لجذب الطرف الآخر أثناء فترة التزاوج تتقاصر الأسود على مدار السنة استنجب مرة واحدة أو مرتين كل عامين وتبلغ مدة الحمل حوالي 110 يوم يتروع عادل أجبال بين واحد إلى ست أجبال في كل مرة ترجمة نانسي قنقر